السلام عليكم ورحمة الله واللهم صلي وسلم على رسول الله مرحبا بكم لي معا قناة لكي لعشاق البدنجل اليوم جبت لكم وصفة أكثر من رائعة سهلة وسريعة التحضير بسيطة وبزيف بزيف 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 بنينا تكتر بالبناء أخوتي على بركة الله تبعوني في الطريقة وما تبخلوش عليها بجام ونكمنتر أسفل الفيديو واللي كانت جديدة معنا قولها مرحبا بها في القناة عليك تفعلي زر الجارس باش يوصلك كل جديد بسم الله على بركة الله هنا عندي حبيبات الدنجل ديرونتو مقدمة بغيتو هنا غدي تغسلوهم مليح مليح أكيد ومن بعدها تنشفوهم هنا تقطعوا الحبات الدنجل بهذه الطريقة تقلعو لها القطمر وتقلعو لها القاعدة التحتانية اللي كانت في الحبات الدنجل كما اشتوني ندير كما هكرا موضح في الفيديو من بعد هنا نزيد معاكم الحبة الزوجة المهم ديروا هذه الضوائر اللي تقطعوها تكون خشينة شوفوا معايا يا أخواتتي وهنا كل واحدة الحبة الدنجل قداش تخرج لها من دائرة أرصا ديبون الحبة الدنجل كبيرة ولا صغيرة هنا المهم ما يهمش الحجم قطعتهم هنا كاملين كما تشوفوا نجيبوا هنا خدمة وتبدو تديرو لها هكرا شرائح الداخل تشرحوها ولا تديرو لها ديكاغو بالصحة شوفوا بالطولة بالعرض هكرا يعني تشرحوها المهم هذا هو الشرح بتاعها ومن بعد هنا يا أخواتتي كي تكملوا ما غدي نقصوا من نهواله وصفة ساهلة ماهلة وصحية كي كملتا هنا يا أخواتتي غدي نجيبوا باركس باركس ولا السنية تحديد اللي يبغيتو اللي كان عندكم تصدفوا قاعد هذه الضوائر تاع الدنجل أنا الباركس تاعي كان صغير عمرت هذا الباركس اللول ودرت واحدة اخر صغير من بعد هنا غدي تجيبوا الزيت ولا زيت زيتون من الأفضل ديرو زيت زيتون بيش تقعد لكم صحية ميابنة هنا أنا ما توفرش عندي درت رشاة عزيت وشوية عالي ملح فيه كي معاكا وتحاطي قدامي ورقة الزبدة والورقة الأرمينيوم اللي قلت لكم تغمو عليها غاية يا أخواتتي لأخواتي لأخواتي تابلكم بلاثا بغ هذيك اللي كين دخلوا عفوا للفرن هنا كما تشوفون دخل حوالي عشر دقيقات حوالي عشر دقيقات حوالي عشر دقيقات حوالي عشر دقيقة يكون واجد مبيلا وجدوا لأسوس هنا عندي للسلسطاتي حبات الحفلات تكون كبيرة وعندي البصل هنا خدمت بالبصل الخضر هذا نديروا حبيبات سادي بنتهم الكمية اللي ديتوها في مقلة ندير شوية عزيت قدروا تخدموا غير بزيت زيتون باش تكلكم صحية ميا بالميا كي ما قلت لكم هذيك البصلة نحط معها شوية على الملح وشوية على السكر باش تعطيني هذيك الكرمالة وتعطيني الدوق شباب نخلط كل شي كما هاكا ونحطها فوق النار نار متوسطة حتى تكرم اللي هذي البصلة من بعد نولي هذيك الحبات على الفلفلة هنها غادي تاني هي نقطحها وهنا خواتي دايمن فلفلة نقول لكم غسلوها مليح مليح كين فلفلة تلقوا فيها الداخل الدودة حذروا واحكم إلا لقيتوها هكاك اقلعوا هذيك وعودوا تشلوها مدداخل وكي تكون قيمة فيها والداخل غادي تخدموا بها عادي هنها يقلعوا لها غير هذيك العرق اللي يجي فيها الداخل بس كي هذيك يعط اقلوا لها غادي تشلوها وانها يجريها الداخل الزريعة وهاد العرق يعطيها دوق مر من بعد هنها قطعتها الى شارائح احفوان هكا عريضة شوية ومن بعد هنها غادي تقطعوا هنها المهم قطعوها دايب تيدة ولا هكا مهم صغيرة باش من بعد تطابلكم بالخف والوصفة تحكم ما تشدلكم ش الوقت هنها يا اخوتيتي خلط هذيك الفلفلة مع البصلة اللي كانت وصايب دات تكرمل هنها نجي بمعها تاني نص ملعقة كبيرة تعطوما تستع القوطة اللي هي طمطم المعلبة نحطوها نقليها مليح مليح هذيك الطماطم المعلبة فعليش بش تخرج لنا قاعد كلاسي ديتيلي فيها وتعطينا واحد اللون الشباب للصوص تعنا من بعد هنها جبت الفيونداشي تقدروا ديروا بولة اشي ولا دنت اشي اللي كان عندكم حتيتها معها وغتي انقليها مع باقي المكونات تلدروا كن نديرا غل ملح والسكر في يعني افل اول مع البصلة ونغادي هنا نزيد التوابل والطماطيس طماطيس هنها كتعندي انا واجدة وطيبة هذي صنع منزلي تقدروا انتوما تقوموا ت اشياء الطماطيس يكون في يوم داك الجو قلعوا لها القشرة وحطوها هنها تكون مقطعة الى مكعبة صغيرة ولا تكونوا رحينها بالاشواغ هنها يحطيتها كما شفتو وكانت حواري زياء الطماطيس هنها غادي نزيد شوية بس كي حلقيتها ناقصة من بعد نتبلها غير بشوية الملح وزيد لها شوية الفلفل حمراء وهي العكري ونزيد لها شوية الحرور اللي هو الفلفل لكحل تقدروا ديروا فيها الهريسة ولا اي اضافة تبغوا تزيدوها نجو هنا نخلط وقع المكونات هكا باش نخلوها حبت نغطي عليها ونخليها حوالي خمس دقايق ونولي لها ونزيد فيها حوالي كاسع الماء العادي يعني وكان هنا حامي باش من يعني المكونات تكون بنفس درج الحرارة وطيب لي ما تقساح ليش هذيك الكفتة ولا هذيك الخضرة ولا ولا المهم هنا يادر تكاسمها حامي ولا مغلي نبلي عليها نخليها تاني واحد خمس دقايق اخرى وتكون واجدة المهم لصوص تاعكم تبلعوا عليها وتغموا عليها مليح مليح بدي كلافابر تورليلها وتقعد لكم صوص هكا فيها هذيك الوجود تاحا ما تجيش ناشفة من بعد ولت لهذاك البدنجال ولا هذيك الدنجال غادي هنا هوا حامي تجيبوا كاس انا يلحب التوعي كانوا قد هذيك الكاس ١٢٠ ميلي لتر تجو بالقاعدة على الكاس وتديروا هنا كما هكا حتى تديروا حفرة ولا تقعروها في الواسط حاجة سهلة مهلا وغادي نحفر لكم عفوا بطريقة سهلة احنا غادي نواصر لكم تشوفوا هنا ما استرعت لكم مش الفيديو باش تبدو الفكرة منيح مليح من بعد هنا تبقوا اخواتي شوفوا اللي قد ههنا هذيك غادي تديروها بالكاس اللي تكون صغيرة شوفوا كاس علاتي إلا كانت صغيرة بزاف دو كنوري لكم هنا الاخرين باش درتهم هنا شوفوا اخواتي درتهم كما هاكا شوفوا الدنجال ما قصنا منه ولو ما شاء الله وصفة اكتر من رائعة هنا هذو جبت هنا هذي المغرفة على حسل هذيك ويعني اتقبت بها الدنجال ولا بسطح بها كما شفتو هنا جبت هذيك السلسة شوفوا كي قعدت لي هكا فيها هذيك العصارة تاحا نعمر هذيك الفراغات على الدنجال نعمرها بالسلسة هذا قراطن خواتي ديروه وعينيكم غمضين يجيب بزاف مليح وبنين وما يشباش حتى لا يكون الدنجال رح يأكلها بهذه الطريقة وتحطيه ثاني لديها فلا تحشميش به نعمر كما هاكا نضي الأصص ونضي معها شوية هذيك العصارة اللي كانت باش مدداخل ما تجينيش ناشفه بهذه الطريقة نعمر قاعد الحبيبات اللي كانوا عندي حاجة سهلة مهلة الضروك ومن بعد الفراغات اللي بقات لي كنت عمرت هذيك الباركس الزاوج ونعمر تاني هاكا بالسلسة ويعني هذيك الفاخس والحشوة نحطها في الواسط وهذا هو السوس اللي بقى عليه غادي نزيد هكا نستقي به من الفوقة هنا يخواتي تقدروا تديرو عليهم بش عمل من الفوقة بش عمل تكون شوية متكونش خفيفة بزاف تكون هكا متوسطة اللي ما تبغيش الأجبان بزاف سينو ديري جوبن مبشور أنا اليوم صراحة خدمت بواحد بصح ما أعطانيش نتيجة مرضية الجوبن مبشور هذي كنت ندير واحد لكن ما ألقيتهش في المحلات راني استعملت هذا ما أعطانيش نتيجة مرضية بصح هكا وجاش باب هنا أخواتي تدخلوا تقراتينا في الفوق هذي تشعلوا عليها المتحت غير سكتك شوية من بعد الملفوق تقراتينوه ودوب لكم هذيك الجوبن رشعت عمعد نوس تقدموه مع السلاغة وراكم تعشيتو اللي افطرتوه حاجة بزاف بنينا وسهلة ما تنسوش تشجعوني بتعليقاتكم وتاني تبارتاجوا الوصفة مع أخواتيتكم باش يستفادوا وان شاء الله يا ربي نكون هكا نوفر عليكم الوقت والجهد في التفكير في الأطباق اللي تبغي تدروها للحشو للفطار هنا غادي جينا اللقطة الحاسمة بلش نوريكم الداخل كفجة صراحة ان أخواتي عدتها عشرة على عشرة هذي القغاتان يعني كي قلت لكم يكتر بالبنة يكتر بالبنة اخواتي جربوه والبنة على دمانتي كي ما قلت لكم في البوست اللي حطيتها لكم وان شاء الله يا ربي لدي راه تقول لي كيف اشجاها في الكومنتر وتشاركني تطبيقاتها عبر الانستغرام اللي تبغي تتواصل معايا في الخاص ولا تبغي تهدر معايا ولا راني في الانستغرام دايما الانستغرام تاعي اسمه كي ما اسم قاناتي قانات لكي ولا لكي شانل راح تلقوني تما كنا متواجدة مرحبا بقاخ وتاتي تشرفوني وتنوروني كي تهدروا معايا ولا تقولوا لي ان شاء الله تتوعكم هنشوفوا الداخل كيف اشجي رائع دنجل هذك اللي درنا ها هو مقصنا منه والو وصفة تستحق التجربة حقا تكلوها بالصحة ولهنا ونقولكم شا هي طيبة استودعكم الله الذي لا تضيع وذائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته